إن الحمد لله تعالى أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي على محمد النبي وآل بيته وأزواجه وزريته وبارك على محمد النبي وآل بيته وأزواجه وزريته كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى صلاح القلوب وهذه هي التاسعة عشر بعد المئة من حلقات شرح كتاب الفوائد مضت حلقات شرح كتاب الفوائد في برنامج روائع ابن القيم ثم استمرت في برنامجكم صلاح القلوب لتتسع أكثر بركة الروائع من ابن القيم عليه رحمات الله وبركاته إلى رحابة واتساع السنة والقرآن الكريم وأقوال السلفة جميعا وأقوال العلماء جميعا كان روائع ابن القيم وبعدين بقت روائع الإسلام روائع لا إله إلا الله روائع القرآن والسنة روائع كل العلماء روائع كل السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم وفي حلقة صلاح القلوب من هذا المساء نقف مع وقفة خطيرة زكر ابن القيم عليه رحمه الله في كتاب الفوائد هذه الجملة وهذه الفقرة المهمة في حياتنا وفي استقامتنا قال رحمه الله تعالى لا بد من سنة الغفلة ورقاد الهوى ولكن كن خفيف النوم فإن حراس البلد يوقزون دن الصباح لا بد من سنة الغفلة ورقاد الهوى ولكن كن خفيف النوم فإن حراس البلد يوقزون وينادون دن الصباح كلنا بنفتر وهمتنا بتضعف فاكرين الجدول بتاع المذاكرة اللي ما كناش بنعمل منه حاجة أنا الحمد لله كنت بعمل بي أنا بقى سماته أنا بيعمل جدول المذاكرة وبيعملش بي أنا بعمل جدول المذاكرة وبعمل بي الحمد لله وشكر الله لحد دلوقتي الحمد لله وشكر الله جدول المذاكرة ده اللي الناس تعملوا وبعدين تفتر همتها ليه؟ عشان أنت إنسان أنت مش وحش أنا توبت ورجعت في الزنب تاني ليه؟ عشان أنت إنسان عشان أنت ابن أهدم أنا ببشرك انك هتتوب ببشرك ان انت ماشي في الاتجاه الصحيح توبة نصوحة انا ببشرك ان انت همك هيبقى الاخرة هيتغير همومك هتتغير قطبة الجمعة اللي فاتت اتمنى تدوروا عليه على اليوتيوب اسمها خدوني الساحل الشرير الناس اللي همومها تروح الساحل همومها تروح المصايف همومها تروح البحر والبسين في ناس تانية ما عندهاش مروحة ما عندهاش تكيف ما عندهاش مروحة وبيتفرجوا عليها دلوقتي في ناس شايلين هم انه ما عندهش حاجة ترتب عليه جسمه وتجيب تراوة في البيت الا انه يدخل يغتسل يستحمى بس لا يملك الا دي هي دي اللي هتخلي الجو يطاق في البيت شايته قبلي ما فيهاش شابابيك ولا تهوية وعايش كده ما قدموش الا انه يغتسل والله فيه في المسلمين النهاردة وفيه ناس بيبعتولنا وبنقرأ رسائلهم اللي بيعمل حساب الدوش بيعمل حساب الاغتسال والاستحمام علشان فطورة عدد المية علشان ما يكررش غسيل ما لبسه علشان يوفر ده كله فالهموم في غاية الاختلاف ويجي واحد من السقلاء الاسرياء من اثقل الناس الاسرياء في هذا الزمان يطلع تويته يتكلم عنها الناس كلها ان هو يقول انا بحبش التكيف بحبش اعطف التكيف ايوه هو ده الدرس هو ده الدرس الفقر مش في الجيوب الفقر في العيون الفقر في القلب يا ما ناس عندهم ومش شايفينها شيء مهم يعني الزوجة اللي نفسك تتجاوزها دي المواصفات اللي حتموت عليها في زوجة دي في واحد هي دي زوجته وهو مش سعيد او هو مش مهم بالنسبة له المميزات دي الفقر هنا الفقر في القلب الفقر محله القلب علشان كده بنته الاصول شبعانة لو مجرم ذئب سافل اتقطح دوده وقال لها بحبك ده ما يدوخهاش دي شبعانة شبعانة يعني تشمئز تشمئز من اللي تقطح حدوده معاها تقول له نعم بنت الاصول ترد تقول كده نعم اي حد تقطح حدوده معاها بترد عليه تقول له نعم يقف عند حده وينكمجز لو بعد ما كان فاكر نفسه اسد يشوف نفسه ضبع ويختفي من حياتها لان الشبع ده هو اللي بيخلي الانسان يعرف يعيش المقصد ان الفقر للاشياء والاحتياج اليها بيخلي الانسان مهموم وحزين التخلي عن الهموم الحقيرة يعظم الأموم العظيمة احفظوا الكلمة دي من ترك ملك من ترك ملك يوم ما يدي ظهره للفلوس يبقى كأن كل فلوس الدنيا بتاعته يتصرف زي الأغنية يوم ما تكون قرير العين بالله سبحانه وتعالى تقر بيك كل عين من قرت عينه بالله قرت به كل عين الشاطر يبقى فاهم كويس ان احتياجه الوحيد الذي لا بديل فيه هو الاحتياج لله عز وجل بس كل ما سوى الله تستطيع الاستغناء عنه في حد ابتولي بابتلقى كده ابتولي وربنا فرج عنه الحمد لله كان مسجون ظلم وبعدين ربنا نجاه وقوفي وبرق وخرق بيقول انا استفدت في ايام ان انا كنت مسجون استفدت في ده واحدة بس اكتشفت ان انا استطيع الاستغناء عن كل شيء انا كنت فاكرا ان ما عرفش عايش من غير التليفون عرفت كنت اعرف ان انا ما عرفش عايش من غير كرامتي عرفت كنت فاكرا ان انا ما عرفش عايش من غير تفاصيل النظاف عرفت كنت فاكرا ان انا ما عرفش عايش من غير هو بيسمع اغاني بيقول ان ما عرفش عايش من غير اغاني يبقى اعمل حسابك ان انت تستطيع الاستغناء عن كل شيء الا الله عز وجل ثم كل واحد فينا بتجري عليه الشرة والفترة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل عمل ان شرة ولكل شرة تنفترأ كلام دعا كل كلام دعا كل انت قررت ان انت تحوش بطل تتحوش قررت ان انت متكلش سكريات ترجع في السكريات قررت ان انت تعمل ضيت وترجع في كلام قررت ان انت تحفظ القرآن كريم وتبطل قررت او هكذا لما تبطل بقى بص نسيحة المقايم بيقولك ايه لابد من رقاد الهوى وسنة الغفلة ولكن كن خفيفا النوم لما تقع ما تنزلش للحديد ما تضعش ما تروحش بعيد لما تقع حافظ على ان انت تبقى قريب من سبل هنا المظهر المظهر اللي كل الناس بتستهون بي يقولك انا كنت ده انا وحشتني انا مش لقيني انا مش شايفني انا ضعت مني انا كنت وكنت وكنت ما فضلش مني الا لحية ما فضلش مني الا نقاب وانا بقولك دي حاجة عظيمة جدا هتجيبك وترجعك تاني بس يلا انت عايز تغني انت مبسوطة ان ما فضلش منك الا نقاب مما تيجي ولا انت فتحت صفحة من كتاب الله ورددت الاية خمس مرات ما تحفظتش انت رددت سطر في المصحف خمس مرات ما تحفظش يلا تعالى ده غض البصر الاز من النظر والله العظيم اما تمر من قدامك الحاجة الحرام وما تبصلهاش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كف بصر عن محارم امرأة وهو يستطيع ان ينظر اليها ابدله الله حلاء ايمانا لزة يجد حلاوتها في قلبه ابدله الله لزة يجد حلاوتها في قلبه لازم يا عباد الله الرب شكور ان شاء الله عز وجل اشوفكم على قناة الرحمة وريب اوي باذن الله في برنامج يومي عن اسماء الله الحسن ان شاء الله هنعيش مع اسماء الله ربنا الشكور شكور يعني ايه يعني اسمعيني بقى ياللي بتقول انا مفضلتش مني الا نقاب وياللي بتقول مفضلتش مني الا لحية ربنا الشكور يعني ساعة لما ترجع له بطاعة هيحسبك عليها على طول هتأخذ الحساب عليها على طول حساب في قلبك اسمه المعرفة وحساب في صحيفتك اسمه الحسنات وحساب في ميزانة كسمه إن الحسنات يضيبنا السيئات يلا 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 دا ما فيش أحلام من الرجوع يقول لك أنا فين أيام زمان وحشتني أيام ما كنت بتخانق مع ماما على النقاب وحشتني أيام ما كنت واقف قدام الدنيا كلها يا عم انت دلوقتي أحسن يا بنتي انت دلوقتي أحسن الله بس معاك الباسورد عرفتي ربنا سبحانه وتعالى بيجاز كتير بإيه لا إله إلا أنت سبحانه كإني كنت من الظالمين ألف مرة عبي بقى صدقة جارية جميلة يبقى عمرها أطول من عمري إيش تكون السيئات اللي عملتها عشر سنين سيئات عامل صدقة جارية عمرها عشرين سنة إن الحسنات يضيبنا السيئات يبقى معاملة ربنا سبحانه وتعالى حترجعني وبسرعة وبلزة بس انت خلي نومك خفيف لما أقولك تعالى ما تدينيش دهرك يلا أرجع للنظام تاني أرجع للطاعة تاني أرجع للعبادة تاني أرجع للنوم بدري تاني أرجع ليه ترك التليفون تاني احزف حساب الفيسبوك تاني سيب الصحبة السيئات دي تاني نضم للناس أهل القرآن من تاني يلا اللهم اجعلنا من أهل القرآن لدينا وما أهلوك خاصته لابد من سنة الغفل ما فيش حد ما بيغفلش لابد من النسيان وما سمي الإنسان وإلا لكسرة النسيانية بس نعمل إيه لما ننسى واسجر ربك إذا نسيت شفت السهولة يا جماعة العودة إلى الله سهلة ما فيش لغة رتمات في معاملة ربنا أزنب عبد زنبا فقال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الزنب ويأخذ بالذنب قد غفرته لعبدي مصعبين الطريق إلى الله ليه فاكرينه صعب ليه يا جماعة ده أسهل حاجة في الدنيا كلها رضاه اللي هو أعظم حاجة أعظم حاجة أسهل حاجة ارضيه قل له لحقني هو الرجل ده قال إيه قال ربي إني أزنبت فاغفر لي بس بس وربنا كريم جواد فتاح بسط يا ناس فتلقى أدم من ربه كلماتي فتابع علي ده أنت ده أنت هتقول كلام مش منك ده منه إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب شفت ابن قيم قالها زي لابد من سنة الغفلة ورقاد الهوى لكن كن خفيفا نوم ثم يتوبون من قريب ما بيغوطش قوي بقى في الزنوب مش عايزين ناخد خبرة قوي في الموضوع ده أنت خبط خبط في الموضوع ما تخشش لا ارجع ارجع تعالى تعالى حفظين أنتو الحديث الجميل بتاع إن رسول الله عليه الصلاة والسلام خط خطا ورسم الطريق إلى الله سبحانه وتعالى وقال ضرب الله مثلا سراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران بتخيلين غمض عنك كده ضرب الله مثلا سراطا مستقيم طرق وعلى جنبتي الصراط سوران في سور من هنا وسور من هنا فيها أبواب مفتحة عليها ستور مرخاة فيه بيبان مفتحة على يمينك وشمالك البيبان دي كلها شر بس كل باب من دول عليه ستارة خفيفة قوي مغطيها انت المطلوب منك تخلص التور أتروح الآخر هناك الصراط ده عمرك وداعين قائم على رأس الصراط يقول يا عباد الله استقيموا ولا تتعوجوا اوعد بص يمين وشمال نبصش على أبواب أصلا وداعين في الصراط كلما أراد السائر أن يفتح سترا صاح فيه ويحك لا تفتحه إنك إم تفتحه تلجه اخد بالك الاعلان القذر اللي بيطلع لك ده ورا مصيبة بص عارف ورا فضيحة ما تتخيلهاش ورا فضيحة لولديك للعيلة كلها لإخواتك الموقع بتاع المكلمات الفيديو اللي تفتحه قدامك ده خش تعالى في واحدة في انتظارك واحدة في انتظارك هتدوس على الرابط هيروح حسابك على الواتس هتعمل مكلمات قذرة مش هتلاقي حد بتكلمه هتشوف نساء آريانا هيدخلوا على جهازك ياخدوا صورك منها يركبوها على صور آريانا أو يخلوك انت والعيوز بالله اللي تخلع ملابسك وياخدوا صورك في ثانية واحدة يتبعت لك رسالة فيها أسماء قريبك وحساباتهم على الفيسبوك وحساباتهم على واتساب هنبعث لهم صورك الآريانا دي هنبعث ألف دولار بسرعة وإلا هنبعث لهم فقلبك لما يقول لك ويحك لا تفتحه إنك إن تفتحه تلجه هتفتح مكلمات والشباب يشوفوها وتقعد بالساعات وفاكرة أنه وشها مش باين وبعدين نقرى بس في الحيطة ولا على الملاية ولا على السرير أعرفها ابن عمها القذر اللي بيدخل على نفس المواقع دي ويساومها ويروحنا في ستين ظلمة وبعدنا عن ربنا تعالى ما تروحش بعيد لما تقع ما تغوضش ما تغوضش في الزنوب ما تبقاش خبير زنب ما تبقاش كبير قوي في الزنوب لا تعالى 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 خلاص وقعت وقعت من رايب شوية فضول أنا كان نفس أفرقكم على ما أعطع فيديو أبعتهلكم بقى النهاردة كلكم المشتركين على قوائم الدعوية على واتساب وعلى تليجرام لتمساح فاتح بقى وعصفورة ماشية تتفرج على الدنيا لحد ما شافت بقى دخلت شوية فضول بس بتتفرج على بقى التمساح من جوه فنزل بقى وقفله خلاص ويحك لا تفتحه إنك إن تفتحه تليجه مين يخرج العصفورة من بقى التمساح كانوا بيحكوا لها كتير العصفورة دي إن العصفير بتيجي تنظف سناني التمساح وما بتقفلش بقى وما بتاكلهاش سبحان الله ده طلعت التمساح بتاكلة هي أخي تاني كائن على الأرض قتل بني أدمين هو التمساح بعد السعبين السعبين يا رقم واحد الشاهد إن التمساح الغادر الشيطان ممكن يسوي لإنسان إن يديه الأمان ما تديش الأمان لأي حد مهما تقلك عنه أمان قال الله عز وجل إذا سألتموهن متاعن فاسألوهن من وراء حجاب ينفع أخت تحفظ قرآن على شيخ راجل لا حرام ما تعمليش كده والشيخ ده أعظم واحد في الدنيا وأطهر واحد في الدنيا وقلبه طيبه كويس وكل حاجة خلاص والبنت أطيب منه أطيب خلق الله ضفرها برقبتنا شخصيا وأنا بقول لكم المجلس ده حرام توبوا إلى الله وما تعملوهوش داني بلاش الخلوات ولو في ذكر الله سبحانه وتعالى ما فيش خلوة بين راجل ومرأة بلاش اختلاط في حفظ القرآن والعلوم الشرعية توبوا إلى الله من كل الكلام ده لأن المشكلة إن اسمه الهوى قال لك لابد من سنة الغفلة ورقاض الهوى الهوى بيدوخ أرأيت من اتخذ إلهه هوا ده دماغه بتلف لحد ما يعبد دماغه بيقول لك ربنا قسم الأرزاق على الناس المصريين يعني مثل شعبي يعني مش آية ولا حديث ولا حتى حكمة ربنا قسم الأرزاق على الناس محدش عجب رزقه وقسم العقول كل واحد عجب وعقله احنا محتاجين العكس نرضى بالأرزاق ونطمع في النصائح التي تكمل عقولنا الحلقة الجاية ان شاء الله عن العقل بإذن الله عز وجل قال الله عز وجل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هوا على غير هدى من الله أكتر إنسان في الدنيا يتوه اللي ماشي على برنامج خرايط غلط معمول غلط التوهان كله الهواء الهواء يشوف المنكر فضيلة ويشوف المعروف منكر الهواء يخلي الإنسان ينسى ينسى اللي كان بيقوله علي هرام ينسى اللي كان بيقوله علي خير ينسى اللي كان بيقوله علي حق مشكلة الهواء ده مشكلة مشكلة شوفت حد قريب يصدق عليه بقول القائل يتحب من بايد كل اللي ما يعرفوهوش بيحبوه وكل اللي قربوا منه كرهوه كل اللي شافوه من بعيد حبوه وكل اللي قربوا منه جرحهم وكرهوه يا ربي طب هو ما خدش باله ده اللي أنا بقوله للنفس يا رب اللهم لا تجعلني مثله يا رب إزاي إنسان كل اللي قربوا منه سابوه وكرهوه وهو مستمر على نفس الخلق تعرفوا إن هو نفسه قال لي أنا خسرت كتير قوي في حياتي بسبب الغلزة طب ده الرأفة ده الدين ده الرحمة أحسن وإنت حلو إنت كويس وما اللي بيحبوك من بعيد دول بيحبوك من بعيد عشان أنت حلو قوي طب ما تخلي اللي يقرب منك يمشي معاه ذكرى حلوة منك إزاي إزاي حد يقعد قريب منك عشر دقايق تفضل في ذكرته طول حياته كل اللي قربوا منك كرهوك كل اللي عشرك عشر دقايق يمشي معاه ذكرى وحشة منك ليه تعمل ليه ليه ده الأسهل إن أنا أدي ده بص ما حلوه ده بص ما حلوه ده بص ما حلوه ده بص ما حلوه عشان جنازتي ييجوا فيها الأقربين مش بس الأبعدين إنه ما يعرفوش حقيقتي اللي إذا ذكروني نغزتوا بسببهم في قبري وقيل أنت كذلك أنت كذلك زي ما في الحديث الضعيف إحنا مش محتاجين لما نموت يترحم علينا اللي ما يعرفوناش قد ما إحنا محتاجين يترحم علينا اللي يعرفونا اللي يعرفونا وعشرون هم أهم ناس لازم تنفعنا بركتهم في القبر أما اللي ما يعرفوناش وبيسنوا من بعيد فممكن ثناءهم علينا المبالغ فيه وإحنا في خبرنا ننغز بذلك ويقال أنت كذلك أنت كذلك الحديث طبعا قصد به النائحة المستأجرة اللي بتقول أشياء ليست في الميت بإرادته هو اللي دافعها لكن عموما أنا محتاج الذين شاهدوا بما علموا شاهدوا بما رأوا وعشروا الهوى يخليك شايف نفسك صح مهما كتر مهما كتر الضحاياك مهما كتر اللي ظلمتهم مهما كتر اللي أزتهم مهما كتر اللي غلطوك ونصحوك كل دول أنت شايفهم غلط وتجمع حواليك الإمعات اللي يفرشو لك قبل ما تتكلم ويطبلو لك بعد ما تتكلم وتشوف أنت نفسك لحد ما أنت بقى تبدأ تتكلم عن نفسك بعيوبك متباهيا تتباهى بغرورك تتباهى بالكبرياء الذي حرمه الله عز وجل على غير نفسه تتباهى بأن أخطأك كتير تتباهى بذنوبك إزاي حد يتباهى بأنه بيجتم إزاي حد يتباهى بأنه بيضرب وبيأذي إزاي تتباهى بالظلم إزاي تتباهى بالأذى إزاي تتباهى بالكبر إزاي تتباهى بالغرور إزاي تتباهى بماضي كله تبرج وثيئات اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطفرين يا رب الهوى ودواء الهوى الوحيد هو الخوف من مقام الله انتو حافظين بقى حبيبي واصحابي اللي بيقوموا الليل حافظين الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيقول ايه في قيام الليل قبل الفاتحة مش هبعتها لكو دي بقى احفظوها معاي قبل الفاتحة دعاء اللي استفتاح بتاع قيام الليل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا ويهلل عشرا ويحوقل عشرا يبقى تقول سبحان الله 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 شفت دي سبحة المخ دي مخك نفسه منظم الخمسة دي كده خمسة وكده خمسة يبدو العصر الحمد لله 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 الحمد كل واحدة من دول عشر. وبعدين يقول اللهم اغفل لي وارحمني وهدين وعافني وارزقني. مش احنا قلنا خمس تسبيحات نقول دول معه. اللهم اغفل لي وارحمني وهديني وعافني وارزقني. مرة واحدة. او عشر مرات لو عايز. خلص? وبعدين يقول ايه? في قيام الليل. اعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. الوقفة يوم القيامة. نعمل حساب الوقفة يوم القيامة. اللي يعمل حساب القيام بين يدي الله. في كل قيام ليل يفتكر لحظة القيام بين يدي الله. اللهم من يعود بك من ضيق المقام يوم القيامة. هو ده اللي حيتوب من الهوى. لان ربنا بيقول. واما من خوف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. فان الجنة هي المقوى. يا حبيبي. ان الله يريد بالمذنبين خيرا. شفت بقى? شفت كرم الله سبحانه وتعالى? جاء رجل الى النبي عليه السلام ووجهه عليه الدم. واخبره انه اقترف ذنبا. ثم شجت شجرة وجهه. فقال انت امرؤ اراد الله بك خيرا. اذا اراد الله بعبد خيرا. عجل له العقوبة في الدنيا. واذا اراد بعبده شرا امسك عنه بزنبه. حتى يوافى به يوم القيامة. لما نتكعبل في السيئات. خير. لما نتكعبل اقصد في الابتلاءات. خير. ربنا بيصرف عننا. اصار زنوبنا عشان نروح يوم القيامة. زنوبنا كان قصادها مكفرات قلنا فيها الحمد لله. ولكن عايزين نتوب من الهوى. وتبقى زلاتنا زلات ولاد الاصول. شفتوا الرجل العظيم الفاضل. اللي بيعمل حسنات كتير. وبيعمل صداقات كتير. ويجوا اولاده بعد منه يمشوا على هديو. عارفين لو مرة زلت اقدامهم وبخلوا بخل. يتعدلوا. كان الاسبوع ده في فرح حفيد الشيخ يعقوب على حفيدة الشيخ يعقوب. ربنا يدي له الصحة الشيخ ويبارك له يا رب ويكرمه ويمتع المسلمين يطول حياته. قلت للعريس الجميل هاني عبادة ابن الشيخ الجميل الحبيب الشيخ هاني حلم. قلت للشيخ عبادة ابن الشيخ هاني زوج بنت الشيخ يعقوب. شفت بقى الزرية جميلة دي. شيخ ابوه شيخ وجده شيخ. ان شاء الله الزرية كلها كده. قلت له انت طريقك سهل. ما تخافش. ما لاقي كده دايما ايه الوصايا الزوجية عشر مشايخ كل شيخ يقول وصايا تحس ان هو داخل حرب. انا قلت له بقى في النصيحة بتاعتي قلت له على فكرة الجواز جميل وسهل. وانت حد طريقك سهل. لان جدك اختار طريق ربنا. وابوك اختار طريق ربنا. فانت معاك معاك فرش مفروش لكن انت ماشي عليه. ما تخافش. حينفعك ربنا ببركة ابائك الصالحين. قال الله عز وجل وكان ابوهما صالحا. الاباء الصالحين بيبقوا ضمانة ورحمة لزرياتهم من بعدهم. بص بقى زلت ولاد الأسول لو جي غلط تيجي معا صح. مش ربنا قال سبحانه وتعالى في سورة القلم. إِنَّ بَلَوْنَهُمْ كَمَ بَلَوْنَهُمْ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنْهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَسْنُونَ. فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينَ وَغَادَوْا عَلَى حَرْضٍ قَادْرِينَ رَيْحِينَ إِلِمُّ كُلِّ الزَّرْعَ من غير ما يعملوا سنة أبوهم ويتصدقوا. فلما رأوها قالوا إِنَّا لَضَالُّونَ لا 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 مش دي جينينا بتاعتنا إحنا تهنك من الدنيا بالليل إِنَّا لَضَالُّونَ إحنا جينا مكان غلط لا مش دالبوستان بتاعنا بل نحن محرومون. قال أوساطهم ألم أقل لكم لو لا تسبحون قالوا سبحان ربنا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ عَسَى رَبُّنَا أَيُبْدِي لَنَّا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ اتعدلوا استقاموا تابوا انتفعوا ببركة البلاء ده علشان ربنا سبحانه وتعالى حفظ الأبناء والأحفاد ببركة الأجداد نزل عليهم بلاء قد كده في دهية الفلوس بس قالوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ إِرِجَعُوا رَبِّنَا سبحانه وتعالى لابد من سنة الغفلة ورقاد الهواء ولكن كون خفيفة النوم ما تضيعش زريتك وراك ما تعملش برنامج يرائب تليفون ولادك ما تدورش على برنامج تركب بيه تليفون زوجتك اتقل لا انت انت غض بصرك بس انت خليك أمين بس انت خليك صالح بس وخليهم هما أتقياء لان كل شوية هتبقى مميزات وسائل التواصل أصعب ساعتها بقى اللي ينام فيهم ويعمل زمد يفوق بسرعة يبقى خفيف النوم زي ما سيدنا حزيفة بن اليمان عليه رحمة الله يقول في الحديث في حديث البخاري قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر حدثنا أن الأمانة نزلت في جزر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ده اللي شافه ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل النومة شفت النومة هي رجل ينام نومة ينام نومة يعني ايه يعني يسمع الأدن يطنش يعني يجي الواعز ان هو حيسم حيندزم ببلش منه ويطنش ينام الرجل النومة يعني يضع في الإيمان حتة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أسروها مثل الوقت يفضل الأمانة سيبة جوة حدة حييجي حييجي منه ثم ينام النومة خلاص بقى يستحلى الزنوب يستحلى السيئات فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أسروها مثل المجل أسر كبير بقى كجمر دحرجته على رجلك رسول عليه الصلاة والسلام وبيقول الحديث ده ضرب المثل ده أو سيدنا حزيفة ضرب المثل ده ومسك حجر صغير حصى صغيرة ودحرجع على رجله فالحصى ده علم كده تراب على رجله قالك يا جمرين ده حرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا تشوف كده إيه الجمرة جمرة فحمة لو لما سيتك حتفق فق صح حتعمل انتفاخ كده هو الانتفاخ ده عضلات ما شاء الله دي كتلة عضلية جديدة فتراه منتبرا وليس بشيء اللي بيؤتمن كتير وليس بشيء كتير قوي يؤتمن وليس بشيء يعاهد ربنا عهود كتير وليس بشيء فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجل أمين ساعت كده دخل السوق السيارة أقول لو سمحت عايز ميكانيكي أمين الناس تبصي وتضحك في أمين أي انت وشطرتك هو ده قال عليه الصلاة والسلام حتى يقال للرجل ما أجلده ايه قوة دي كلها ايه قوة الإيمان دي ما أظرفه ما شاء الله ده زريف أوي ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة خردن من إيمان ناخد بالنا من النومة إنها تبقى خفيفة لما ألبك نام خلي نومة ألبك خفيفة قال الله عز وجل فلما أفاق قال سبحانك تبت أيها كده قال الله عز وجل وأصلح لي في زريتي إني تبت العيل هينسلحه مش ببرامج المرأبة هيتسلحه بإن أنا أتوب فعايزين النومة تبقى خفيفة ونرجع على ربان النومة تبقى خفيفة اللي هي إيه إنه أحب يعمل زنبه وشكله حلو وصالح ده مش تناقض ده لطف ده لطف ده لطف إنه هو بيتقل له وحييجي منه وحييبقى كويس إن شاء الله عز وجل وإلا فاللي بينامنهم طويلة ده اللي هو إيه بقى فلما نسوا ما يذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء اللي بيعمل الكبائر ولا عزو بالله إياكم والكبائر لا لا إياكم كمان والصغائر إياكم وحقرات الزنوب عايزين نحذر من كل الزنوب وأهم حاجة في حياتنا لازم نحافظ عليها هي السماع حراس المدينة يوقزون الدعاء خلي ليك علاقة بالدعاء زي ما أنتم تابع صفحات وحشة تابع صفحات الدعاء تابع القنوات الإسلامية خليك قريب من ربنا عشان تصحى بدري وما يبقاش نومك تئيل وتبعد عن ربنا سبحانه وتعالى أنا أحبكم في الله ألقاكم في الإسبابة القادمة وشيئة الله السلام عليكم ورحمة الله شكرا